السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم مع وطف كنتم من يلقاكم الفيديو بأحسن الأحوال وفتحة جيدة اليوم إن شاء الله سنشارك معكم تحلية للمكونات بسيطة كتوجد بسرعة والمدق ديالها سيأتي أكثر من رائع إن شاء الله تجربوها أكيد ستنال إعجاب ديالكم و سنجدوا دبا مباشرة باش سنشوفوا المكونات مع الطريقة للتحضير و سنحتاجوا لنصف لتر من الحليب سنضيف ليه 8 جرام من سكر الفانيلا و 3 ملاعق كبيرة من النشا و 3 ملاعق كبيرة ديال السكر حبيبات بالنسبة لكمية ديال السكر كسبقاء اختيارية على حسب درجة ديال الحلاوة كيفاش بغيتوها اللي كيبغي الحلاوة بالزايد يقدر يدير 4 ملاعق شخصيا أنا درت 3 فجأت الحلاوة ديالة هي هديك معتادة فمن الاحسن نديرو 3 ملاعق را كتجي مزيانة هي هديك أنا خلط هدي المكونات مزيان حتى كنتأكد ان النشا داب تماما في الحليب و ما عنديش شكت تولاس من بعد غد نحط هاد الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى كتشكل عندي الكريمة داروري كنبقو كنحركو حتى كتشكل الكريمة و حتى كنحيدوها فمن غفلوش عليها باش ما كتتحرقش من التحت وبحل كتشيطو كتعطي مذاق اللي مزوينش نهائيا كنستمر بهالطريقة هدي كنحرك باللي غدي بالياسة في الخليط راعقاد والكريمة تشكلت عندي سفي غدي نحيدها وهنا صافي وجدات غدي نحيدها و غدي نضيف ليها جوج قطاع ديال الشوكولة البيضاء هنا عندي الوزن ديالهم 40 قرام هنا ضفت اللولة و غدي نضيف الثانية فانا عبرتهم فيهم 40 قرام بجوج بيهم و غدي بقى اختياري اللي ما بغاش ديف الشوكولة البيضاء ممكن تستغنع ليها و اللي متوفر عندها من الاحزن انها ديفها كتعطي ما داق اللي زوين بزاف كتجي هاد الكريمة لديدة من اللي كان ضيف الشوكولة كان حرق مزيان حتى كيدوب غدي نضيف بغير فهديك السخونية مع الكريمة مازالة صخونة عد حيدنا كان مقوق كان حرقوه حتى كيدوب هادك الشوكولة تماما و كانساجم مع الكريمة و كانجيب الكؤوس اللي غدي ندير فيهم هاد تحلية و غدي ندير فيهم مباشرة الخليط وهو ما زال سخون صافي هنا غدي ندخلهم تلاجة يبردو بالموجة الطبقة الثانية طبقة الثانية غدي تكون كريمة ديال البرتقال فغدي نحتاج فيها بالضبط هنا درت 250 ميلي ديال عصير البرتقال و غدي نضيف لها جوج ملاعق كبيرة ديال السكر حبيبات هنا الكيميا ديال السكر غدي تبقى على حسب البرتقال لسه عملتون تهما واش حلو واش حامض غدي تدير السكر وغدي تدوق أنا درت هنا يا جوج ملاعق كبيرة فكانت هي كافية ولكني لكن عندكم البرتقال ديالكم حامض تقدرو غدي تزيد الضيفو أكتر وضفت ملعقة كبيرة ونصف ديال النشا وغدي نخلط مزيان حتى كتدوب النشا تماما وما يكون شعندي تكتولات في الخليط من بعد غدي نحط الخليط على النار مع التحريك المستمر نفس الطريقة كيف ما درنا مع الطبقة الأولى كيف ما قلت لكم أنا درت جوج ملاعق كبيرة هنا ديال السكر فكانت هي كافية جد الحلوة ديال هي هذي ولكن إلك البرتقال شوية حامض غدي تحتاج و الدفو أكتر هنا غدي نحرك مزيان ما غدي نحبس نهائيا حتى كتشكل عندي الكريمة بهذا الشكل صف يمكن ندوز مباشرة ونديرها في الكؤوس فق الطبقة الأولى كتشوفوا معي ره طبقة الأولى شدة رأسها تكون هذي القشرة هكا من الفق باش ملي كندير و الطبقة الثانية كتبقى كل طبقة هكا بين وبحد ها بالنسبة لهد الكريمة غير كتطفو عليها مباشرة كتجي وكتديروها في الكؤوس ما تعطلوش عليها أنا كنت هنا تعطلت عليها واحد شوية ولكن مشي مشكل سوف نقعد ها بهذا الشكل و ندخل هم تلالة حتى يبردو مزيان ومن يغادي نقدموهم تزيين يبقى اختياري أنا هنا زيينتهم بقطع ديال البرتقال وهكا ورقة ديال نحنا تزيين يبقى اختياري والشكل ديال اكيد غادي تعجبكم وكيف ما شفتوا راي المكونات بسيطام فيها الشي حاجة زعمة لمعقدة او الشي حاجة اللي غالية فكانت هدية الوصفة ديال اليوم كانت من تعجبكم وان شاء الله نتلقى في وصفات اخرى